موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك الدكتورة هاجر محمدي طبيبة عامة بمدينة مكنس بالنسبة للمرض السكري ورمضان يعني كما كان عرفوا مرض السكري ومرض شائع بين الناس ومرض الخطير وبركاته ضرورة يخاصلوا إليك قبل رمضان بواحد شهر أو شهر عين يزور الطبيب ديالو باش يشوف نسبة السكار ديالو في الدم حتى شوصلها يشوف راسوه واش من الناس اللي عندهم سكار ويقدر يصوموا أو لا ما يقدر شي يصوم يعني كان مرض السكري اللي يقدر يصوموا كان مرض السكري اللي يقدر شي صوموا بحال النوع الأول لكي يعتمد للا لنسورين هادارا ما يقدر شي صوم كي النوع التاني لكاذلي المريض السكري يعتمد فقط على الريجيم أو على أدوية خفيفة وعنده سكر مقادد فهذا يقدر يصوم وبطبيعة الحل وخي يصوم خلال المراقبة يعني في النهار دياله خاصوا ضروري يراقب السكر يعني قبل الفطور بساعتين بعد الفطور بساعتين يراقب السكر قبل السحور خلال النهار دياله فمثلا إن لها بطلو السكر مثلا قل من 0.70 فخاصوا يفطر أو لا طلعوا قصر من جوجونس فخاصوا يفطر يعني وخام سموح له السيام ونعني خاصوا ضروري المراقبة وكذلك اللي مخصومش يصوموا يعني في رمضان ما تيبقوش يأكلو كيف مخصوم يعني راتي تيبقى تقريبا بحل صايم هادو اللا يعني اللاه الواجبات دياله مخصوم يبقو من تضمن وبنسبة للدواء فخاصوا يقدروا دياله لحسب الهي لحسب نيسيام يعني فوجبة الفطور كتولي يورج برئيسية ووجبة السحور كذلك فضروري يخصوا يزور كما قنات طبيب بيش كي بدلو حتل جدول ديال الدواء دياله السكري اللي ينصحهم يعني الناس تبه هادو اللي غادي يصوموا وما فيهم سكر فماشي المراقبة تكون فقط في الايام الاولى وفي الاخر الا فاغلب الحالات اللي كنلاحظو في المضاعفات كتكون في عشرة ايام من الاخرى يعني رالمراقبة رامنهار الولد تنهار الاخر خاصوا يكون كراقب سكر دياله وغادي على نفس النمط لنفس الرجيم وانتمنا ان شاء الله رمضان مبارك ساعد لنا كاملين اشتركوا في القناة